السلام عليكم ورحمة الله فيديو جديد وقترح جديد ونقترح لكم ترطب اسهل التقنيات للحصول على شكل اكتر من رائع بدون ما نحتاجه بزر ديال الادوات او بزر ديال المكونات في الاخير غن تحصلو على شكل اكتر من رائع نتقلو ان شاء الله باش نتعرفو على الطريقة والمكونات ديال الوصفة ديالنا نحتاج خمسة الحبات ديال البيض للحجم الكبير إلا كانوا صغار غن نحتاجو ستة ديال البيضات غن نفصل الصفر على البيض غن نضيفو بعض القطارات يلحمة البيض للبيض ونبدأو نطربوه مزيان حتى يطلع معانا بحل الثلج هنا يا صفي تلعتو هذا هو القوام اللي بغينا نتحصلو عليه غن ندزل الخليط الاخر اللي هو اصفر البيض خمسة ديال الاصفر البيض ايضا غن نطربوه مع سبعين كرام ديال السكر ما يعادل نسو كأس غن ندوبو السكر مزيان مع ابيض عفوا مع اصفر البيض حتى يتغير اللون ديالو يكون مائل شوية البيض غن نبدأو اه في هاد المرحلة باضافة الزيت ايضا غن نحتاجو سبعين كرام ديال الزيت كأس الا ربع ديال الزيت من الاحسن في هاد الوصفة انكم تعبرو بالقرامات باش نتحصلو على جنواز يكون ناجح هنيا سبعين كرام ديال الزيت وغن نضيفو اه فات المرحلة بعد ما طربناه مزيان وحنا كنضيفو الزيت شوية بشوية حتى اه طلا معنا الخليط ولا اه شكل زيال وابيض كما كتشوفو غنضيفو ايضا واحد الخمسين جرام ديال الزيت اللي هي نسو كأس ديال الزيت تقريبا يعني كنعطيكم العبارات تقريبا بالكأس تحتاجو 50 جرام مع 1 صاشي ديال الخاميرات الحالويات ما يعدل 8 جرام غن نخلط او ندخل اه اه دقيق مزيان في الخليط وهنا يغن بده نضيف ابيض البيض اللي أسبقوا بناه انضيف كيميا بكميا وانا كندخلو في الخليط او الثاني الخليط الثاني ديال الاسفل البيض كنخلطو غير بشوية وحنا يا اه كنخلطو من اسفل الى اعلى باش نحفظو على الهواء اللي دخلناه في ابيض البيض سوف نستمر بهذه الطريقة كنضيف شوية بشوية حتى نكمل البيض كامل هنا يا صفي ساليت البيض البيض كامل تخلطو في الخليط هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه في الاخير سوف نكبو في الصينية اللي ينفروش بورقة الزبدة من الاحسن سوف نسرحه مزيان هنا يا العبار ديال الصينية 32 الى 25 سنتيم سوف نسرحه مزيان جنواز عادي سوف نستعملو الصينية حتى القياس الى 35 سوف نسرحه مزيان جنواز عادي ونورمال وناجح لهذه الوصفة سوف ندخل الجنواز ديالي الفرن ساخن على مئة وسبعون كي طيب كياخدوا معنا بالاكثر إلا تعطل بزاف الفرن كياخدوا 21 دقيقة حتى كنشوفو انه تحمر واخدى اللون الدهبي كنخرجو الجنواز ديالنا كنخلوه يبرد ضروري نخلوه يبرد مزيان عاد كنبدو نحيدو الورق منك يبرد الجنواز كيتحيد الورق بسهولة هذا هو السمك او العلو ديال الجنواز كيجي عادي او متوسط هنا كنغطيو الجنواز ديالنا مزيان كنخليوه جانبا وكندوزو نحضرو الكريمة الاولى هنا استعملت جوج كيسان ديال الكريمة الطرية او لكينفخيش هنا استعملت واحد الكمية كبيرة يعني غن نحطر بها حد لطخت وغا يبقى لي واحد الكمية اخرى غن نحتاجو في هاد لطخت غير كأس واحد ديال الكريم فخيش يكون بارد مزيان واحد الكأس ديال الكريم فخيش بارد غن نطربوه مزيان حتى كنطلعوه من بعد ما كنطرب الكريمة ديالي وتولي عاقدة مزيان غنضيف لها واحد الكيمية ديال الشوكولاتة الدهن او شوكولاتة الطلي غنضيفو الكيمية اللي بغينا ممكن اضيفو غير مع القاء كبيرة او ممكن اضيفو جوج كتبقى وضيفوه قد خلطوه حتى كد حصلوه على القوام اللي بغيتوه يعني الجه ديال الشوكولاتة فلا كخيم كيفش بغيتو الكريمة تكون هنا انا زدت واحد جوج معالق كبارين عامرين بزاف ديال الشوكولات الكريمة خلطوهم بزاف والكريمة ديالنا كتكون جاهزة نغطيوها نخليوها في تلاجة غنضوز ونحطروا الجنواز هناك نقطع الجنواز ديالي لأشريطة من الاحسن انكم تعبروها ضروري ماشي من الاحسن خلصي يكون عبار واحد هناك نستعن بهذه المستارة ونقطع الجنواز ديالي كامل لأشريطة من المتساوية من بعد ما نقطعهم ندهنهم بالكريمة اللي سبقوا وجدناها ديالك خيم فخاش والشوكولات وهناي الكيمية والطبقة ديال الكريمة كتبقى ايضا اختيارية ممكن تضيفوا واحد طبقة اللي تكون متوسطة او ممكن تضيفوا واحد طبقة اللي كتكون عالية هاتشي كيرجع للدوق دلواحد يعني اللي كيبقيها تكون عامرة بالكريمة ولي كيبقيها تكون متوسطة من بعد ما نغطيها مزيان بواحد الطبقة المهم تكون باينة يعني واحد الطبقة ما تكون شرقيقة بزاف ديال الكريمة احنا هاي كان بدا نلوي الشاريط الاول كتشوفوا معايا الطريقة يعني طريقة ساهلة غير تبعوا الفيديو كانت حصلوا في الاخير على واحد الطرطة اللي رائعة كتشوفوا كيفاش كان بدا نلوي شاريط على اخر طريقة كيما قلت سهلة سهلة جدا في طبق التقديم كان بدا في الاول نلوي الشاريط لويه على نفسه وفي الاشريطة الاخرى كنكملوا دورات ديال الاشريطة كنلسقوا بسرعة مع الكريمة وكانت حصلوا في الاخير على واحد الكيكال اللي رائعة وبواحد المجهود اللي قليل يعني اي واحدة ممكن تحضر هاد لطخت ممكن ايضا تضيفه في وسط الجنواز او وسط الكريمة مكسرات او ممكن فواكه لكم الاختيار انكم تبدعوا على حساب دوق ديالكم هنا هاد الشاريط جاني شوية عريض غنقطعوه وغنكمل الشكل ديال طرطة ديالي وهذا هو شكل الكيكا او الطورطة كيتجي اكتر من رائعة هنا هيا غنمسح الاطراف وغنندوزو نحضروا واحد الكريمة ثانية اللي غنغطيو بها الكيك ممكن انكم تغطيوها بالنفس الكريمة لكن اختارت هنا يا واحد الكريمة اخرى اللي غا تكون اه غيكون اللون ديالها ابيض هنا يا غناخد واحد ابيض البيض ابيض بيض بيضة واحدة غنطربها مزيان حتى ترغوي ويولي اللون ديالها ابيض يعني ما طلعوهاش مزيان ولكن غنطربوها شوية غنبدو نضيفو لها سكر جلاسي هنا غنحضرو المورانج من الاحسن ومن الافضل اننا نوزنو ابيض البيض يعني الى كان ابيض البيض كيوزن خمسين جرام اه ضروري اننا نضيفو مئة جرام ديال سكر جلاسي عفوا يعني كنضيفو اه ضعف ابيض البيض يعني كنضيفو سكر ضعف ابيض البيض من بعد ما كنطربوه مزيان حتى نتحصلوه على المورانج هنا يا كناخد كأس ديالة كريم فخيش اللي كيكون بارد مزيان كنطلعوه حتى كيطلع مزيان كتشوفو كيفاش طلعتو كيكون عاقد مزيان كنبدو نضيفو المورانج الكريمة هنا كتشوفو اه القيوام ديال المورانج يعني ما طلعتهاش مزيان كنت زربانة يعني ممكن انكم تبدو اه طلعوها مزيان حتى تكون عاقدة حد كتر من هاد هاد القيوام اللي تحصلت عليه اه انا من تطرب يعني ما طربتهاش بزاف كتبقاو اه اضيفو اه سكر بلاسي على ال البيض وانتو ما كتطربو حتى كتحصلوه على كريمة او قوام كيكون عاقد او ممكن يعني يتكتفيو بهات الشكل اللي اتحصلت عليه انا في الاخر حيات كنت زربانة بغيت نكمل ضغية وما طربتش بزاف المورانج ولكن كيبقى اه يعني من بعد ما كنتطربوه مع الكريمة فخيش اللي كتكون باردة مزيان وكنطلعوها كنتحصلوه في الاخير على واحد الكريمة اللي كتكون عاقدة وزوينا اننا نغلفو بها هاد الكريمة كتجي لدي ده بزاف مع المورانج والكريم فخيش كتجي بنينة كنصحكم انكم تجربوها هنيا من بعد ما كملت وخلطت الكريمة ديالي كتنتحصلوه في الاخير على هاد الشكل من الاحسن او من ضروري اننا نتحصلوه على كريمة تكون واقفة باش يسهل علينا اننا نخدمو بها اه الطرطة نخليوها في تلاجه حتى تبرد واحد الخمس دقائق عاد كنبدو ان نغلفو الكيكا ديالنا وهنا يكن نغلفو الكيكا ديالنا بوحد الطبقة اللي تكون مزيانة يعني كنضيفو حتى الطبقة عريضة شوية على الكيك وكن نخليو واحد الكيمية ديال الكريمة باش نزوقو بها في الاخير هنيا يكن نضيفو واحد الطبقة ديال الكريمة على الطرطة وكندخلوها تلاجه تبرد حيث هاد الكريمة منيك نبدو نخدموها كتسيح شوية كندخلوها لتلاجه تبرد شوية ومن بعد كنكملو تزيين ديالها في الاخير منيك تكون باردة مزيان كيسهل علينا اننا نسرحوها او نعدلو لها الشكل وهنايا من بعد ما اغطيت الطرطة ديالي مزيان هنيا ايضا غن ندخلها لتلاجه باش تبرد مزيان هنيا من بعد ما خليتها في التلاجه بردت غن نزيين هنيا الاطراف ديال الطرطة بهاد سباتيولا لي كتكون مسننة كيبقى هاد فقط تزيين بسيط ممكن ندينو كيما بغيتو هنيا غن نزيين الاطراف ديال الطرطة بهاد الوريدات ديال الكريمة اللي غلفنا بها اللي سبقو خلينا واحد الكمية وهنايا غن نزيين هاد الورود بهاد البرل ديال الكوفر اختارت هاد اللون البرتقالي كي يجي رائع مع اللون الابيض ودزيين دائما كيبقى اختياري وكيبقى بل متوفر عندكم في البيت وهنايا غن نزيين ايضا بالقاعدة ديال الطرطة ديالي بهاد الوريدات الصغارين غن نزيينهم بالكريمة ديال الشوكولات اللي سبقوا وعمرناها لداخل ديال الطرطة غن نزيينها كاملة بحاد الوريدات الصغار وغتكون الطرطة ديالنا جاهزة وهدي هي الطرطة ديالنا بوحدة تزيين اللي بسيت و بوحدة تقنية اللي بسيتة 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 باش نتحصلو على طرطة غاية في الروعة ايضا هاد الطرطة كتجيب بنينة بده بالكريمة ديال الكريم فخيش مع المورنغ كنصحكم بها كنتمنى انو هاد الاقتراح يكون نال اعجابكم وهنايا غن نقطع لكم الطرطة باش شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل كيفاش كيجي طبقات ديال جينواز الطريقة اللي حضرناها بها انا قطعت الطرف الاول ولكن كتشفت انه ما كنش كان صغر اقررت اني نقطع لكم الطرف اخر باش شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل كيجي طبقات رائعة كتشوفوا الشكل ديالها رائع الكريمة البيضاء كتجي ايضا كريمة واقفة وبنينة كنتمنى هاد الفيديو يكون نال اعجابكم والموعيد ديالنا غيكون فيديو جديد بحول الله